أحياناً أغار من صديقات المزوجين لمن يروحون للعياد أو الدكاترة يعملوهم باحترام حصلت لي مشكلة، فاجنال انفكشن قالوا لي أتوجه للعلاج الحكومي المجاني ولكن اكتشفت وجود لوحة على الباب دخلت على الدكتورة وهي عم بتحط الرقم المدني على الكمبيوتر طلع لها سينجو بشكل كانت تحسسني كأنه أنا يعني مخلوق عمل شي فضيحة قالت لي سواب أنا ما قدر أسوي في دكاترة ثانين ممكن يقبلون قدت لهزين بأني مواطنة الدستور يكفل للعلاج قالت لي سر فيه أنا كنت أستغنم التمبونز وما أتذكر إذا شلت أو لا فوراً رحت على الجاينيكولوجس بمستشفى خاصة فقالت للدكتورة ضروري إني أكشف عليك بدأت تسألني إذا أخذ أدوية معينة أو إذا عندي حساسية من شي فقلت لها لا ما عندي قالت لي بعد شي أخير أنت متزوجة أو لا فقلت لها لا أنا مو متزوجة خافت جداً جداً وقالت لي أنا ما أقدر أكشف عليك فقلت لها ليش أنا أبي مساعدة طبية قالت لي هذا مو مني والله هذا تعمي من وزارة الصحة فمشيت رحت على مستشفى خاصة ثانية الدكتورة قالت لي أوكي رح أفحصج قاعدي على السرير وقالت لي بعد شي أخير أنت متزوجة أو لا فقلت لها لا الدكتورة فوراً شالت الجلافز وقالت لي آسفة ما أقدر المسج اشتركوا في القناة أنت متزوجة أو لا كنت متزوجة جداً شكراً لها ولا أريد أن يكون مطمئة لها أصبح لها ليس لها ما أفعلني وأعتقد أن الجزء من تجاهلها أبدا بحزوجة حياناً ما أعرف سيحدث ما سيععمل أمني لا أعلم أنا لا أفعلني اشكر ترجمة نانسي قنقر